اخبار اليوم لما فيه مصلحة اهل النومياط بالكامل وليما فيه مصلحة مصر بالكامل ان شاء الله انا تحدثت مع الوزير التبدي المحلية احنا وقعنا البردكول مع المحافظة كفر الشيخ والان يتم مبارعة البردكول في مدس الدولة سلمت السيد المحافظة اسماعيل نسخة تمتبست من محافظة كفر الشيخ لان هي الواقف هو هو والمصروف هيئية وايضا الشيخ طه زيادة اخذ نسخة يسلمها لمعادي الوزير المحافظة بالتقالية ان شاء الله بإذن الله سنعادة الموعدة في القائم العاجل مع السيد وزير التبدي المحلية والسيدين الفضلين محافظة ضمياتهم محافظة الدقالية اللي نكون تنهينا مشكلة قطف مصطفى عبدالبنان لننتقل من دول الموردكول والتفاهم إلى التطبيق على هذا الواقع الحقيقة هناك مشروعات كنا قد عدنا سالحا بتنفيذها بإذن الله إن شاء الله سننهي إجاءات التنفيذ والسيد المحافظ سيساعدنا من خلال شراكة مع بعض المستثمين اللي مفضل لو كانوا من أبناء المحافظة هنفور السيد المحافظ في التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمين بالمحافظة لأننا في حاجة إلى شراكة الحكومة مع القطاع الخاص مع رجال الأعمال وأنا الحقيقة أقول إن شاء الله محافظة يمين معي إلى خاصة الإبارة عن الملكية نحن لدينا الأرض يدخل بعض المطورين وبعض المستثمين في مدكول سلاسي بين حيث الأوقاف المصرية والمحافظة المعنية من حافظ الدميرة مع بعض المستثمين أو أجال الأعمال لتطوير البنية التحتية والمشروعات المتكاملة بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة